الجامعة الافتراضية السورية كلية الحقوق القانون المدني 2 للأستاذ الدكتور فواز صالح الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان القواعد الخاصة في المسؤولية التقصيرية تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي يغطي هذا التسجيل الصفحات من 82 حتى 95 الفقرة 2 مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعي تنص المادة 175 من سين المادة 174 من مصري على أنه 1- يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه وأجازت المادة 176 من سين المادة 175 من مصري للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر وأتناول في ضوء هذين النصين شرائط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعي وأساس هذه المسؤولية وحق المتبوع في الرجوع على التابعي أولا شرائط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعي يتوقف قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعي وفقا لأحكام المادة 175 من مصين على توافر شرطين وهما قيام علاقة السببية بين المتبوع والتابع وارتكاب التابع عملا غير مشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها واحد قيام علاقة التبعية بين شخصين على خضوع أحدهما للآخر وتنفيذ أوامره وتعليماته وبالتالي يجب أن يكون التابع خاضعا للمتبوع في العلاقة التي تربط بينهما وتمنح علاقة التبعية سلطة فعلية للمتبوع على التابعي تخوله إصدار الأوامر والتعليمات له والرقابة والإشراف عليه في تنفيذ العمل المطلوب منه والأصل أن تنشأ هذه العلاقة بين المتبوع والتابع عن عقد العمل وذلك لأن علاقة التبعية بين العامل ورب العمل هي ركن أساسي في عقد العمل فإذا انتفت لا يمكن وصف العقد بالعمل ولكن قيام هذه العلاقة لا يتوقف على وجود عقد فيمكن أن تنشأ خارج إطار العقد وذلك لأنه إذا ثبت مثلا بطلان عقد العمل فإن ذلك لا يؤدي إلى انتفاء علاقة التبعية بين رب العمل والعامل وإنما تبقى هذه التبعية قائمة طالما أن رب العمل كان له سلطة فعلية على العامل وبالتالي لا يشترط أن تكون هذه السلطة شرعية كما أن هذه العلاقة تقوم حتى لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه وحتى لو لم يكن يملك الحرية في فصله من العمل ومثال ذلك العاملون في مجالس الإدارة الحالية إذ يعينون من قائمة التي لا تملك أمر فصلهم وإنما الحكومة هي التي تملك ذلك وكذلك الحال بالنسبة للعسكريين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية ويجب أن تكون السلطة الفعلية التي تمنحها علاقة التبعية للمتبوع على التابع قائمة على الرقابة والتوجيه وبالتالي يجب أن يملك المتبوع سلطة إصدار الأوامر والتعليمات لتابعه من أجل توجيهه في العمل الذي يقوم بتنفيذه والرقابة عليه في تنفيذ هذا العمل أيضا ولا يكفي لقيام التبعية أن يمارس المتبوع الرقابة والتوجيه على التابع بموجب السلطة الفعلية التي يملكها عليه وإنما يجب أن تكون الرقابة والتوجيه في عمل ينفذه التابع لحسك يمتاز المتبوع عن متولي الرقابة فالأب في ممارسته الرقابة والتوجيه على الإبن يعد مكلفا بالرقابة قانونا على ابنه ولا يعد متبوعا له ومعلم الحرفة الذي يدرب القاصر على هذه الحرفة لا يعد متبوعا وإنما مكلفا بالرقابة وذلك لأن الرقابة والتوجيه التي يمارسها على القاصر ليست في عمل ينفذه القاصر لحسابه وإذا عدمت سلطة المتبوع في الرقابة والتوجيه على التابع فلا تقوم علاقة التبعية بينهما كالطبيب الذي يقوم بإجراء عمل جراحي في مشفى خاص لحسابه مقابل دفع أجرة غرفة العمليات للمشفى وكذلك الحال في عقد المقاولة إذ تنعدم سلطة رب العمل في الرقابة والتوجيه على المقاول وبالتالي يعد المقاول مستقلا في تنفيذ عمله ولا يعد رب العمل مذبوعا له وعندما يكون منشأ علاقة التبعية هو العقد فإن مسألة تكيف هذا العقد تعد مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يتقيد قاضي الموضوع بالتكيف الذي يعطيه المتعاقدان لعقدهما فإذا أبرم عقد بين مالك سيارة أجرى وبين السائق واتفق المتعاقدان على أنه عقد إيجار يلتزم فيه السائق بدفع 70% من إيراده اليومي للمالك فإذا تبين للقاضي بأن السائق يخضع في عمله لسلطة مالك السيارة الفعلية ولرقابة وتوجيه المالك بحيث أنه يتلقى أوامره وتعليماته بشكل دائم من المالك فمن حق القاضي أن يكيف هذا العقد في عقد عمل وبالتالي يعد مالك السيارة متبوعا للسائق ومسؤولا عن أعماله غير المشروعة ويمكن أن تنشأ علاقة التبعية من عقد الوكالة وذلك إذا كان الوكيل يخضع في تنفيذ العمل الموكل به لرقابة الموكل وتوجيهه بحيث يصدر له تعليماته وأوامره المتعلقة بهذا الشأن بأدق التفاصيل وبما أن الأصل في الوكالة أنها مجانية فيمكن أن تقوم علاقة التبعية حتى لو لم يكن التبعية حتى لو لم يكن التابع يتقاضى أجرا عن العمل الذي ينفسه لحساب المتبوع شريطة أن يكون خاضعا في تنفيذ هذا العمل لرقابة وإشراف وتوجيه المتبوع وإذا ثبت للمتبوع حق الرقابة والتوجيه على التابع في تنفيذه للعمل الذي يقوم به لحساب المتبوع فلا عبرة بعد ذلك باستعمال المتبوع لهذا الحق ولا بعدم استعماله إياه مطلقا وإنما يشترط فقط أن يكون باستطاعة المتبوع مباشرة هذا الحق بنفسه أو عن طريق من يمثله وهذا يصح إذا كان من شاء علاقة التبعية هو العقد أما إذا كانت هناك سلطة فعلية خارج نطاق عقد لشخص على آخر كما في حالة العقد الباطل فلا يمكن القول لوجود علاقة وإذا كانت العلاقة التبعية مستمدة من عقد عقد العمل على الغالب فإنها لا تستلزم الإشراف المستمر للمتبوع على التابع وبالتالي بقاء التابع تحت أنظار المتبوع بشكل دائم كما أنها تبقى قائمة إذا ما قام المتبوع لتفويد سلطته في الرقابة والإشراف والتوجيه على التابع إلى شخص آخر كما أن علاقة التبعية لا تتنافى في مثل هذه الحال مع الاستقلال الفني للتابع في عمله إذ لا يشترط لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع عالما بالأصول الفنية للعمل الذي يقوم به التابع ويترتب على ذلك أنه يمكن أن يكون التابع مستقلا من الناحية الفنية في تنفيذ عمله إلى أنه يبقى مع ذلك خاضعا للسلطة الفعلية للمتبوع من الناحية الإدارية فقد يستخدم رب العمل مثلا في مشروعه عمالا من اختصاصات فنية متنوعة مثل المحاسب ومهندس المعلوماتية والمهندس المعماري والطبيب والمحامي فلا يعقل أن يلم رب العمل بالنواحي الفنية لعمل جميع هؤلاء الأشخاص ويترتب على ذلك أن علاقة التبعية لا تستلزم قيام المتبوع بالإشراف على التابع وتوجيهه من الناحية الفنية فمهندس المعلوماتية يبقى مستقلا في عمله من الناحية الفنية إذا كان رب العمل غير مختص في مجال المعلوماتية وكذلك الحال بالنسبة للمستشار القانوني الذي يتعاقد مع إحدى الشركات من أجل تقديم المشورة القانونية لها إلى أنه يخضع لسلطة المتبوع الإدارية ولإشرافه وتلقي الأوامر منه بالنسبة للأعمال التي يجب عليه القيام بها وساعات العمل اليومية أما إذا كان المتبوع ملما بأصول العمل الفني للتابع فتشمل سلطته على التابع في الرقابة والتوجيه الناحية الفنية أيضا كما لو كان رب العمل يحمل إجازة هندسة في المعلوماتية فإن مهندس المعلوماتية الذي يعمل في مشروعه يخضع لسلطته الفعلية في توجيه الأوامر والإشراف والرقابة حتى من الناحية الفنية أيضا أما بالنسبة للطبيب الذي يعمل في مشفى يملكه شخص غير طبيب فقد اختلف الفقه فيما إذا كان هناك علاقة تبعية في مثله هذه الحال بالنسبة للأعمال العلاجية التي يقوم بها الطبيب فالبعض يرى بأن الطبيب في مثل هذه الحال يحتفظ باستقلال تام في آداء هذه الأعمال ولا يجوز لمالك المشفى أن يتدخل في أعمال الطبيب هذه كما لا يحق له أن يصدر للطبيب تعليمات تتعلق بهذه الأعمال أعمال وبالمقابل لا تقوم مسؤولية صاحب المشفى عن هذه الأعمال باعتباره متبوعا ويرى البعض الآخر أنه لا يشترط أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية وإنما يكفي أن يكون قادرا على ذلك من الناحية الإدارية وبالتالي فإن صاحب المشفى يعد متبوعا بالنسبة للأطباء الذين يعملون لديه في المشفى حتى لو لم يكن طبيبا وقد ثار الخلاف في فرنسا أيضا حول مدى تأثير الاستقلال الفني للتابع على قيام علاقة التبعية وخاصة بالنسبة لممارسي المهن الصحية كالأطباء والممرضات والقابلات فقد قررت محكمة العمال الآخرين في المؤسسة الصحية بمسؤولية شخصية عن الأضرار الناجمة عن ممارسة نشاطهم المهني وقد أقامت المحكمة مسؤوليتهم الشخصية في مثل هذه الحال على أساس استقلالهم المهني الذي يتمتعون به في ممارسة فنهم وهذه الاستقلالية بالنسبة لمحكمة النقد الفرنسية ثابتة وغير قابلة للتنازل فالمؤسسة الصحية ليس بمقدورها التدخل في إنجاز الأعمال الطبية سواء أنجزت من قبل أصحاب المهن الذين يمارسون عملهم بشكل حر أو الذين يمارسون عملهم كعمال مأجورين في هذه المؤسسة وبالمقابل فقد قررت الهيئة العامة لمحكمة النقد الفرنسية بأن التابع الذي يتصرف ضمن حدود مهمته المحددة له من قبل المتبوع لا يعد مسؤولا تجاه الغير ولم تميز الهيئة في قرارها بين التابع الذي يتمتع باستقلالية مهنية وبين تابع لا يتمتع بتلك الاستقلالية ولكن بعد ذلك لم تطبق الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقد المبدأ الذي قررته الهيئة العامة على الطبيب العامل وذلك استنادا إلى استقلاله المهني وقد انتقاد الفقه الفرنسي بعد صدور قرار الهيئة العامة عدم تمتع الأطباء وممرضات التوليد المهني وقد انتقد الفقه الفرنسي بعد صدور قرار الهيئة العامة عدم تمتع الأطباء وموردات التوليد وأطباء الأسنان الجراحين بالحصانة المعترف بها للتابع فالاستقلالية المهنية الثابتة والمستقرة التي يتمتع بها الطبيب لا تمنعه من الخضوع للالتزامات المادية المفروضة من قبل رب العمل وهذا الطبيب هو في وضع خضوع إداري وهو يعمل لحساب المتبوع كل ذلك يبرر تطبيق المبدأ الذي قررته الهيئة العامة في قضية كوستيدوت على الطبيب التابع أيضا وبنتيجة ذلك تراجعت الغرفة الأولى في محكمة النقد الفرنسية عن موقفها مؤخرا وقررت تشميل الأطباء وموردات التوليد وأطباء الأسنان الجراحين بالحصانة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقد في القرار الصادر عنها في العام 2000 للتابع وقررت عدم مسؤوليتهم الشخصية إذا كانوا قد تصرفوا ضمن حدود مهامهم المحددة من قبل رب العمل حتى لو كانوا يتمتعون بالاستقلالية المهنية في ممارسة فنهم وبالتالي فإن المؤسسة الصحية التي يعمل بها هؤلاء الأشخاص هي المسؤولة عن تعويد الضرر ولا يحق لها بعد ذلك الرجوع عليهم طالما أنهم تصرفوا ضمن حدود مهامهم ولا يشترط لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع بالغاً رما تتحقق مسؤوليته حتى لو كان عديم التمييز كما لا يشترط لقيام علاقة التبعية تعين شخص التابع الذي وقع منه العمل غير المشروع وإنما يكفي أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من أحد تابعي المتبوع حتى لو لم يكن من الممكن تعينه فتقوم مسؤولية المتبوع وبالتالي لا يشترط رفع الدعوة على التابع والمتبوع معاً وإنما يكفي أن يرفعها المضرور على المتبوع فقط ويمكن أن تقوم علاقة التبعية بين أفراد الأسرة الواحدة كالأب والإبن أو الزوج والزوجة ويمكن أن تنتقل سلطة المتبوع في الرقابة والتوجيه على التابع إلى الغير كأن يعير شخص قضي وبالتالي يسأل عن الأضرار التي قد يلحقها السائق بالغير وهو تحت رقابته وتوجيهه شريطة عدم احتفاظ المعير بسلطة الرقابة والتوجيه على السائق فإذا كان قد احتفظ لنفسه بهذه السلطة يبقى هو المتبوع الأصلي وبالتالي المسؤول عن أعمال السائق غير المشروعة التي تلحق الضرر بالآخرين ويشترط في هذه الحال التي يحتفظ فيها المتبوع بسلطته في الرقابة والتوجيه على تابعه أن يكون هو الذي أعار تابعه أو وضع تابعه حتى لو لمدة وجيزة تحت تصرف شخص آخر أما إذا لم يكن المتبوع قد وضع التابع تحت تصرف شخص آخر وإنما هذا الشخص هو الذي طلب من تابع الغير القيام بعمل لمصلحته فيعد هذا الشخص متبوعا عرضيا ولو كان العمل المطلوب تنفيذه يتطلب دقائق قليلة فالعبرة ليست بالمدة التي تستمر فيها علاقة التبعية وإنما هي بالسلطة الفعلية التي يمارسها المتبوع على التابع في الرقابة والإشراف والتوجيه وانتقال سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف إلى المتبوع العرضي في مثل هذه الحال هي من مسائل الواقع التي يستقل فيها قاضي الموضوع وهي تخضع لسلطته التقديرية وبالتالي لا تمارس محكمة النقد أي رقابة عليه من هذه الناحية وكذلك فإن قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع هي أيضا من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقد عليه طالما أن حكمه قائم على أسباب معللة اثنين ارتكاب التابع عملا غير مشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ليست مسئولية أصلية وإنما هي مسئولية تبعية أو فرعية ومعنى ذلك أن مسئولية المتبوع لا تقوم إلا إذا قامت مسئولية التابع نفسه ويترتب على ذلك أنه لا يكفي لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال التابع أن تكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع ويترتب على ذلك أنه لا يكفي لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال التابع أن تكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع تخوله الرقابة والإشراف والتوجيه على التابع في تنفيذ العمل المكلف به لحساب المتبوع وإنما يجب أن يرتكب التابع عملا غير مشروع يلحق الضرر بالغير وبالتالي يجب أن تتوافر أركان المسئولية حتى تقوم مسئولية التابع وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وبالمقابل لا يشترط أن يكون خطأ التابع واجب الإثبات وإنما يمكن أن يكون مفترضاً افتراضاً يقبل إثبات العكس أو لا يقبل إثبات العكس ويترتب على ذلك أن نتاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك إذا استطاع التابع إثبات السبب الأجنبي أو بسبب عدام التمييز لدى التابع ففي جميع هذه الحالات تنتفي مسئولية المتبوع أيضاً والسبب في ذلك أن مسئولية المتبوع هي فرع ومسئولية التابع هي أصل والفرع يدور مع الأصل وجوداً وعدماً ويستخلص من ذلك أنه لا يمكن أن يكون التابع عديم التمييز على خلاف الخاضع للرقابة في مسئولية متولي الرقابة فهذا الأخير يسأل عن الفعل الضار الذي يرتكبه الخاضع للرقابة حتى لو كان هذا الأخير غير مميز ولا يكفي لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال التابع أن يرتكب التابع عملاً غير مشروع أي خطأ ألحق ضرراً بالغير وإنما يجب أن يرتكب هذا الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها فمسئولية المتبوع عن أعمال التابع ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالخطأ الذي يرتكبه التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أما إذا ارتكب التابع خطأ خارج أوقات الوظيفة ولا يرتبط بها فلا يسأل المتبوع عن هذا الخطأ وبالتالي لا يحق للمضرور الرجوع على المتبوع في مثل هذه الحال والمبدأ هو أن يرتكب التابع الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أي أثناء قيامه بأعمال وظيفته ولا فرق بين أن يكون التابع قد ارتكب هذا الخطأ بناء على تعليمات من المتبوع أو بدون أي تعليمات صادرة عن هذا الأخير لا بل لا يشترط لقيام مسئولية المتبوع أن يعلم بوقوع خطأ من تابعه أدى إلى إلحاق ضرر بالغير فالطبيب العامل في المشفى إذا ارتكب خطأ أثناء علاج المريض يكون قد ارتكب خطأ وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته والسائق الذي يدهس عابر سبيل أثناء عمله يرتكب خطأ أثناء قيامه بعمله وكذلك يعد خطأ أثناء تأدية الوظيفة كل إخلال يرتكبه التابع بواجبات الوظيفة ومثال ذلك مخالفة السائق لقواعد المرور كأن يتحدث بهاتفه النقال أثناء القيادة أو يتجاوز إشارة ضوئية أو يتجاوز السرعة المسموحة بها ولكن يمكن أن يرتكب التابع الخطأ بسبب الوظيفة لا أثناء تأديتها ويقع هذا الخطأ من التابع لا أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته وإنما هذه الوظيفة كانت السبب المباشر في وقوع الخطأ بحيث أنه لو لا الوظيفة لم استطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ ومثال ذلك الشرطي الذي يقع في غرام امرأة متزوجة فيستدرج زوجها ليلا إلى مكان عمله ويقتله من أجل أن تخلص الزوجة له فتعد الدولة مسؤولة عن عمل الشرطي في مثل هذه الحال بصفتها متله فتعد الدولة مسؤولة عن عمل الشرطي في مثل هذه الحال بصفتها متبوعة له لأنه لو لا وظيفة هذا الشرطي لم استطاع أن يقتل الزوج بهذه الطريقة وكأن يذهب رجل أمن في مهمة رسمية ومعه سلاحه فيزور في الطريق قريب له وفي أثناء تلك الزيارة أخذ ينظف مسدسه فانطلقت رصاصة منه عبثا وأصابت طفلا كان بجانبه فتعد الدولة مسؤولة عن عمله بصفتها متبوعا وذلك لأن الخطأ وقع بسبب الوظيفة ولولا الوظيفة لما استطاع التابع في المثالين السابقين ارتكاب الخطأ وإذا تجاوز التابع حدود وظيفته إما بالتزاء وقع أثناء تأدية الوظيفة وإنما لأن الخطأ وقع بسبب الوظيفة لأنه لولا الوظيفة لم استطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ ومثال ذلك أن يطلب المتبوع من تابعه ملأ خزان السيارة بالوقود ولكنه قبل ذلك قام بإحضار عامل من أجل فحص السيارة متجاوزا حدود وظيفته بأن زاد عملا على ما هو مطلوب منه ثم تبين أن السيارة ليس فيها أي عطل وبعد ذلك ذهب إلى محطة الوقود لملء الخزان ومن ثم أثناء البحث عن المتبوع لتسليمه السيارة دهس التابع عابر سبيل فيعد المتبوع مسؤولا عن خطأ التابع لأنه لولا الوظيفة لم استطاعه لولا الوظيفة لم استطاع التابع ارتكاب الحادث وكذلك الحال إذا شاهد الخادم رب العمل يتشاجر مع أحد الأشخاص فبادر إلى الدفاع عنه وتسبب بقتل ذلك الشخص فيعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الضرر لأنه لولا الوظيفة لم استطاع الخادم ارتكاب ذلك الخطأ واستقر اجتهاد محكمة النقد السورية على أن وزارة الدفاع تعد مسؤولة عن الحادث الذي يرتكبه تابعها سائق سيارة عسكرية سواء أكان يقودها أثناء الدوام الرسمي أم بعده وذلك لأن لولا هذه السيارة ووجودها في حيازة تابعها لما كان قد وقع الضرر كان قد وقع الضرر ويشترط في مثل هذه الحال ألا يكون المضرور عالما بتجاوز التابع حدود وظيفته وأن لا يكون التابع قد ارتكب الخطأ بدافع شخصي ويعد ارتكاب الخطأ في مكان العمل وأثناء القيام بأعمال الوظيفة قرينة على ارتكابه بسبب الوظيفة كذلك الحال إذا ارتكب الخطأ بوسائل العمل أو لمصلحة المتبوع فيعد ذلك قرينة على ارتكاب الخطأ بسبب الوظيفة أما إذا ارتكب التابع الخطأ لا بسبب الوظيفة وإنما بمناسبتها فلا يعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الخطأ وذلك لأن الوظيفة ليست ضرورية لارتكاب ذلك الخطأ وإنما ساعدت الوظيفة وهيأت الفرصة لارتكاب ذلك الخطأ فإذا استخدم الخادم سيارة رب العمل وهو لم يستخدم كثائق دون علمه ودهس شخصا فقتله فإن المتبوع لا يكون مسؤولا عن ذلك الخطأ لأن الخادم لم يهدف إلى تحقيق مصلحة المتبوع وإنما أراد تحقيق مصلحة شخصية لنفسه وبالتالي الوظيفة هنا هيأت له الفرصة لارتكاب مثل هذا الخطأ وكذلك الحال إذا استخدم السائق سيارة المتبوع من أجل الانتقام من خصم له فدهسه وأرداه قتيلا فهنا الخطأ وقع بمناسبة الوظيفة وبالتالي لا يعد المتبوع مسؤولا عن ذلك الخطأ كالخطأ وكذلك الحال إذا قام عسكري وهو يرتدي السطرة العسكرية بطعن شخص أثناء شجار نشف بينهما لأسباب شخصية بمدية حربية فلا تعد الدولة مسؤولة عن عمله بصفتها متبوعا لأن الخطأ وقع بمناسبة الوظيفة لا بسببها إذ أن الوظيفة هيأت الفرصة لارتكاب مثل هذا الخطأ وإذا كان المتبوع لا يسأل عن خطأ ارتكبه التابع بمناسبة الوظيفة فمن باب أولى أن لا يسأل عن خطأ أجنبي عن الوظيفة ارتكبه التابع كما لو ارتكب شرطي جريمة وهو متغيب عن عمله في إجازة المتبوع أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات انتفاء علاقة السببية بين خطأ التابع والضرر وذلك بإثبات السبب الأجنبي بإحدى صوره الثلاث وهي القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغير وقد سبق شرح هذه الصور فإثبات السبب الأجنبي يؤدي إلى انتفاء مسؤولية التابع وهي مسؤولية أصلية وهذا يستتبع انتفاء مسؤولية المتبوع وهي مسؤولية تبعية أو فرعية ثانياً أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع إذا تحقق الشرطان السابقان قامت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وبالتالي يلتزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به بنتيجة خطأ التابع ولكن ما هو أساس مسؤولية المتبوع في مثل هذه الحال؟ اختلف الفقه حول تحديد أساس هذه المسؤولية وظهرت نظريات عدة تحاول الإجابة عن هذا السؤال وأهم هذه النظريات هي الآتية واحد الخطأ المفترض وهذا الأساس هو الأساس التقليدي الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وهذا الخطأ هو خطأ في الرقابة أو في التوجيه أو في الاختيار فإذا ثبت الخطأ في جانب التابع وقامت مسؤوليته فيفترض بأن المتبوع أخطأ في رقابته أو في توجيه أو في اختياره وهذا الأفتراض لا يقبل إثبات العكس وبالتالي لا يستطيع المتبوع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه قام بواجب الرقابة أو التوجيه أو أنه أحسن الاختيار وإنما عليه أن يثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ التابع وبين الضرر وبما أن المادة 175 ميم سين المادة 174 ميم مصري تنص على أن المتبوع يعد مسؤولا عن أعمال تابعه حتى لو لم تكن له حرية اختيار تابعه فإن هذا الخطأ المفترض يقتصر على خطأ في الرقابة أو في التوجيه وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة أهمها أن افتراض الخطأ في جانب المتبوع يجب أن يعطيه الحق في نفي هذا الافتراض وذلك بإثبات أنه لم يخطئ في الرقابة ولا في التوجيه ولكن المتبوع لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ وأن المتبوع يعد مسؤولا عن أعمال تابعه متى قامت مسؤولية التابع حتى لو كان عديم التمييز وبالتالي القول بأن أساس مسؤولية المتبوع هو خطأ مفترض لا يتماشى مع التسليم بمسؤولية المتبوع عديم التمييز 2- تحمل التبع ويرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع ينتفع بنشاط تابعه وبالتالي عليه أن يتحمل تبعة هذا النظر حتى لو استطاع أن يثبتنا في علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر كما أن هذه النظرية لا تمنع من قيام مسؤولية المتبوع حتى لو كان عديم التمييز وتعرضت هذه النظرية أيضا لانتقادات عدة وأهمها لو كان تحمل التبع هو أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فإنه يجب أن يكون المتبوع مسؤولا عن جميع الأعمال الضارة التي يرتكبها التابع وليس فقط عن الأعمال غير المشروعة والأمر خلاف في ذلك فلا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا قام الخطأ في جانب التابع حتى لو كان مفترضا وأيضا لو كان تحمل التبع هو أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فإنه لا يحق للمتبوع الرجوع على التابع عندما يدفع للمضرور التعويض المستحق عن الضرر الذي لحق به نتيجة خطأ التابع ولكن الأمر خلاف ذلك إذ تجيز المادة 176 ميم سين المادة 175 ميم مصري للمتبوع الرجوع على التابع في الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولا عن تعويض الضرر ثلاثة النيابة القانونية ويرى أنصار هذه النظرية أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تقوم على أساس النيابة وهذه النيابة هي قانونية ويترتب على ذلك أن التابع هو نائب قانوني عن المتبوع والمتبوع يسأل عن تصرفات نائبه ولكن يرد على هذه النظرية بأن النيابة بجميع أنواعها لا تكون إلا في التصرفات القانونية ولا تكون في الأعمال المادية أربع الحلول ويرى أنصار هذه النظرية أن التابع يحل محل المتبوع وبالتالي تعد شخصيته امتدادا لشخصية المتبوع ويترتب على ذلك أن ما يقع من التابع من خطأ فكأنه قد وقع من المتبوع ذاته ويرد على ذلك أن هذه النظرية تقوم على افتراض بعيد عن الواقع وذلك لأن شخصية التابع لا تعد في الواقع امتدادا لشخصية المتبوع 5- الضمان أو الكفالة يرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع يعد كفيلا متضامنا عن أعمال التابع تجاه الغير ويترتب على ذلك أنه إذا ألحق التابع بخطأه ضررا بالغير يحق للمضرور الرجوع إما على التابع أو على المتبوع أو على كلاهما متضامنين ومصدر كفالة المتبوع في مثل هذه الحال هو القانون للعقد ويرد على ذلك أن مصدر الكفالة هو العقد للقانون وعلاقة التبعية بين المتبوع والتابع يمكن أن تنشأ خارج نطاق العقد وقد أخذت محكمة النقد المصرية بهذه النظرية في بعض قراراتها بعض الآخر منها أخذت أخذت بنظرية الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولكن اعتقد بأن الضمان كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لا يستقيم مع مسؤولية المتبوع عندما يكون عديم التمييز فالكفيل المتضامن سواء كان بموجب العقد أو بموجب القانون يجب أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة واعتقد بأن نظرية التحمل التبع هي أقرب النظريات وأعدلها كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ولكن هذه النظرية تصدم بحق المتبوع في الرجوع على التابع وفقا لما جاء في الماد 176 من سين ويبدو من خلال الأعمال أن المشرع اعتنق الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس أساسا لهذه المسؤولية على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ثالثا رجوع المتبوع على التابع إذا توافرت شرائط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فيحق للمضرور من حيث المبدأ الرجوع على التابع على أساس المسؤولية عن العمل الشخصي وفقا لأحكام المادة 164 من سين المادة 163 من مصري أو الرجوع على المتبوع على أساس المادة 175 من سين المادة 174 من مصري التي تكرس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية أو فرعية كما يحق للمضرور الرجوع عليهما معا كمتضامنين وفقا لأحكام المادة 170 من سين المادة 169 من مصري التي تجيز في حال تعدد المسؤولين الرجوع عليهم جميعا أو على أي واحد منهم يختاره المضرور وإذا رفع المضرور الدعوة ضد المتبوع فلا يجبر على إدخال التابع ولكن بما أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعية فيحق له أن يثير كل الدفوع التي بإمكان التابع أن يثيرها لدفع المسؤولية عن نفسه ولكن إذا لم يستطع المتبوع دفع المسؤولية عن نفسه وفقا لما سبق بيانه ودفع التعويد للمضرور فيحق له الرجوع على التابع بما دفع وفقا لأحكام المادة 176 من سين المادة 175 من مصري وذلك في الحدود التي يكون فيها التابع مسؤولا عن تعويد الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة عمله غير المشروع والرجوع في مثل هذه الحال يكون بكل ما دفعه للمضرور وذلك لأن مسؤولية التابع هي مسؤولية أصلية ولا يحق له أن يطالب بتوزيع المسؤولية بينه وبين المتبوع وفقا لأحكام المادة 170 من مصري وذلك لأن هذه المادة تشترط من أجل توزيع المسؤولية اشتراك المسؤولين في ارتكاب خطأ شخصي والمتبوع لم يشترك مع التابع في ارتكاب خطأ شخصي فالمتبوع مسؤول عن التابع وليس مسؤولا معه ولا يحتاج حق رجوع المتبوع على التابع إلى دعوة جديدة إذا كان الحكم الصادر ضده يكرس حقه في الرجوع على التابع وإنما هو رجوع تنفيذي يطرح أمام دائرة التنفيذ المختصة مباشرة استنادا إلى ذلك الحكم ولا يحق للمضرور الرجوع على التابع إذا تبين بأن التابع كان قد تقيد بتعليمات المتبوع وقت وقوع الخطأ ولم يجاوز حدود وظيفته ولا يتعارض هذا الرجوع بكامل التعويض على التابع مع فكرة الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفقا لما ذهبت إليه محكمة النقد المصرية في بعض قراراتها وذلك لأن الكفيل إذا سدد الدين يحق له الرجوع على المدين بكامل وفي ذلك الدين ترجمة نانسي قنقر